ليه المخدرات بتروح لناس يعني حد يعني عنده مشاكل كتيرة جدا يقع في المخدرات حد مبسوط بعض المشاهير حتى في العالم يعني شفنا حكايات كتير للمشاهير دول طب ده عنده فلوس وشهرة إيه اللي بيحصل في النفس البشرية تخليك تروح للسكة كتير بنقسم الأسباب سببين رئيسين بيخلوا الناس ياخدوا مخدرات أسباب بيولوجية لها علاقة بالوراثة وأسباب بنقول عليها بيئية أو انفيرومنتل الأسباب البيولوجية حوالي 30-40% وممكن تبقى موجودة يعني أبوه مدمن هو حيطلع مدمن أو فيه تاريخ مرضي في العيلة لكن الأسباب البيئية والانفيرومنتل هي الأهم زي إيه هو بيئة عمل متعارف عليها مثلا أن فيها ثقافة شرب مثلا هو الشلة بتاعته بتشرب أو هو فيه ضغوط في بيئة العمل اللي هو موجود فيها هل ده مرتبط بالإبداع يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله يقولك إيه مع يعني مع الاحترام طبعا يعني لكل الناس ممكن يكون مبدع في أي مجال يقولك بس معلش يعني هما المبدعين كده هما الناس كده هما المشاهير بعضهم كده بتسمع الكلام ده إيه العلاقة ولا فيه ناس وصمتها بس وخلاص يعني للحقيقة دي أكبر كذبة بيتم الترويج لها أن المخدرات بتحفز الإبداع عشان يحصل إبداع بيحتاج إلى صفاء ذهني بيحتاج إلى قدرات عالية بيحتاج إلى تفكير خارج المألوف بيحتاج إلى تركيز وإدراك الإدمان بيعمل إيه؟ بيبوز كل الوظائف دي ولا بيحفز ولا أي حاجة هل دي حالة نفسية بيحط نفسه فيها؟ بيحطوا نفسهم فيها؟ هو بالتأكيد دي حاجة والحاجة الثانية لو حد خد سجارة حشيش في الأول آه الحشيش ممكن يعمله ريلاكسيشن بالتأكيد أي حد فينا عنده ضغوط فممكن لو جرب سجارة في الأول حيهدى حيهدى فعلا أه ممكن يهدى أهو الله لو شربت كوباية نعناع وأنا مدايقة برضو حد بالضبط ده حقيقي بس الحقيقة المشكلة أنه مش عارف أنه ممكن يفقد السيطرة بعد كده التجربة اللي جربها أول مرة ودته إحساس لذيذ ولطيف ممكن ما تكملش بالشكل ده فممكن يفقد السيطرة ممكن يحصل له فقدان لكل الوظائف المعرفية أو تدهور فيها ممكن يحصل كل المشاكل الصحية بتحصل مع كل المخدرات يعني الحشيش مثلا بيسبب أمراض زي السرطان وأمراض في القلب الهيروين والكوكين والهارد دراجز بتسبب مشاكل على القلب على الرئتين بتسبب جلطات بتسبب أعراض زهنية المخدرات بقى وطاقة العمل وعدم النوم والسهر لأن الحياة بتتبدل فبتوصل الإنسان لفين يعني ليه بتخلي بنشوف حالات ويتخنقوا مع أهليهم ويدرب أمه ويدرب أبوه ويبيع حكت البيت ويبيع حكت الشقة وزيجات بيتم الانفصال وقصص كتيرة جدا نتيجة المخدرات دي بتوصل يعني بتوصل لحد فين حد الانتحار كمين ده حقيقي إحنا لما بنعرف الإدمان فبنقول رغبة قهرية في التعاطي هو مش بيبقى شايف حاجة هو لو أنا فاكر قصة إن حد من الشباب هو بيتعالج فبيحكي يعني أشد موقف حركه للعلاج فبيقول إيه إن بنتي كانت سخنة وكان فيه خمسين جنيه في البيت وكان وقت الضرباية دلوقتي في إما حضرب يا إما حوديها للدكتور قال أنا روحت ضربت سفت بنتي دلوقتي هو لما تعالج شاف قد إيه التصرف اللي عمله ده منتهى الجنون طبعا يعني مش متصور من حد يقصرفه يعني أنا هو ما بيشوفش أهله ولا ناسه ولا بيشوف حد الموقف ده بالضبط يأكد لحضرتك قد إيه يعني وهو بياخد مخدرات وبالذات المخدرات هو مش إنسان ومش عايش ده حقيقي بيفقد كل المشاعر الإنسانية بيبقى يعني كأن في قوة بتسوقه كده وهو مش شايف قدامه طب أنا عايزة مثل كده يعني يعني بيحضرني ويتني هيوستن من أجمل الأصوات اللي غنت ورغم النجاح والشهرة والصوت الحلوة ويعني هولويد كلها كانت بتحرف ويتني هيوستن إلا أنها تعرضت للمخدرات وتوفت بأوفردوز وبعدها بسنة بانتهى ماتت على فكرة بعدها بسنة بانتهى ماتت أوفردوز كمان فليه ليه يعني رغم الإبداعة يعني وهي مبداعة إزاي يعني هل في لحظة ما بين الإبداع وده أن الإنسان برضو لازم ينتبه فيها إحنا لما بنقول المخدرات وبنقسمها في مخدرات بتحفز النشاط بتدي باور بتدي قوة هذا حقيقي يعني الأمفيتامينز أو الكوكين يعني ممكن ياخدوا يفضل يومين ثلاثة صاحي فلو عنده حفل وعايز يغني ست ساعات ثمان ساعات فممكن ده فعلا يديله باور طب لو بياخد هيروين والهيروين مثلا قاتل للألام عشان المورفين والكلام فده برضي حيقل الإحساس بالألم هو ممكن فعلا لما هياخد الحاجة دي حيشوف أنه هو قادر يدي أكتر بتغني أكتر بتشتغل أكتر بس هي مش عارفة أن هي هتفقد السيطرة مع الوقت مع تكرار التجربة اللي حصلت مرة أو مرتين طبعا لأنها حاجة مش طبعية هي حاجة مش طبعية زائد أن نمط الحياة المتسارع والضغوط المتسارعة فضلا أنه ممكن يكون أغلب الوسط بالشكل ده ده حيبقى عامل محفز قوي أن ناس كثيرة تعمل الشكل ده